المعرفة المزيد المعرفة المزيد المعرفة المزيد المعرفة المزيد المعرفة المزيد 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 كيف يكون انعكاساتها خلال مرحلة المقبل؟ للأسف الصراعات هي الوضع الحالي الطبيعي كل من الليء البرتفوليو مانجرز أو كمان كبار المستثمرين عم يعتبروا التوترات الجيوسياسية هي من الطبيعي الذي قد نشهده كمان فيه واستمراره في عام 2015 مش نكداما عم شوفها الالوكيشن للذهب أو اهتمام في الضهب على قليلة 5% من مجمل استثماراتنا ولكن أظن التراجعات الأخيرة كانت بسبب قوة الدولار مثل ما كنت عم قول بسبب قوة بيانات العمل اللي ما مني عارفة قد هي فعلا تدل إلى الواقع أعلى بالدبل من التوقعات في وقت اللي عنا توظيف حكومي كبير انتخابات قريبة إعادة يمكن مراجعة هالأرقام قد تكون أقل بكثير لكن عم نشهده بالفترات الماضية قد يكون هالدعم للدولار وحوائد السندات منه سستانبال منه مستدام حتى من بعد الانتخابات يمكن نشوف المراجعة أقل من التوقعات الحالية مشان هيك طبعا أدها بفترة زمنية طويلة قد يكون ارتفاعاته مستدامة ولكن على الفترة الزمنية القصيرة على الأليلة للانتخابات يمكن ما يكون مدعوم بهالشكل الكبير ولا واستمر التوقعات نعم واضحة فيما يتعلق أيضا بالاقتصاد الصيني على البنك الدولي يتحدث عن تباطل نمو خلال 2025 سيناريو المتوقع على المدى القريب وعلى المدى البعيد في ظل أيضا الخطط التحفيزية التي إلى الآن لا تسمن ولا توني من جهة اللي كمان بدك تتذكر أنه نحن كنا عم نشوف فترة أبدا مثل ما عم تقول ما كتير بتأثر على دعم الاقتصاد لأنه كان الصين بتخاف كتير من تراجع اليوان بشكل كتير كبير ولكن مع توجه البنوك المركزية حول العالم والولايات المتحدة لتخفيض أسعار الفايدة نكون عم نشوف دعم مستدام أظن هو متوقع جدا طبعا كان في عنا هاي هوبس احتمالات مرتفعة جدا للاقتصاد الصيني عم نحكي عن 5% أظن قد نرى ارتفاعات في النمو قد نرى خطوات جديدة جدا خصوصي أنه أول مرة منشوف هالخطوة الكبيرة عم نحكي عن 1 تريليون يوان كانت عم تضخف الأسواق أظن قد تكون مستدامة عم نشوف العديد من من كان يخاف من الاقتصاد الصيني يتوجه إليه في عنا بالعكس أنا بلاقي أماكن جيدة جدا فيه قطاعات معينة نحكي عن التكنولوجيا نحكي عن القطاعات التي تتعلق بالأسواق الخارجية أظن قد تكون الأرقام جيدة في أسطين نعم سؤال الأخير والشكل بسريع فرح كيف تقرأ تصريحات رئيس الوزراء الجديد الياباني التي لمع فيها بعدم استعداد لرفع الفائدة خلال محل المكوية يعني هيدا اللي عم نسمعه دايما كنا وهيدا اللي بهمهم بهمهم يدعموا الاقتصاد لأكبر فترة ممكنة المخاوف الرئيسية كانت من ضعف هذا الشيء اللي كان يخليهم يخافوا أو يضطروا أن يكونوا متشددين في سياستهم ولكن النهج العام هو متساهل مثل ما نحكي مثل التأثير على اليوان تراجع أسعار الفائدة عالميا قد يعني أنه منهم مضطرين يكونوا متشددين أكثر ويرفعوا أسعار الفائدة طبعا هالاستهلاك الضعيف جدا كمان عم يدلنا أكثر أنه البنك اليابان مضطر يدعم الأسواق بشكل أكبر وفي حال قادر يستمر فيه في حال ما عم يأثر على ضغط على اليوان نعم مصورة واضحة فرح مراد محلل الأسواق المالية لدى إيكوتي شكرا فرح شكرا لك